تعالوا نعمل مقلوبة بكفتة اللحمة عندنا بتنجان الرومي وقطعينه شرايح بالشكل ده نقليف الزيت او الفراير او ندخل الفرن وده شكل لما طلع من الفرن وكمان حطونا شرايح بطاطس معه في الفرن وممكن تقلوها زي ما انتم عايزين نبدأ نتابل الرز عندنا ثلاث كبات رز مخصولين هنضف عليهم علاقة كبيرة من سبع بهرات ونقلبهم مع بعض كويس قوي ونشنهم على جنب وعشان نعمل الكفتة على نص كيلو لحمة هنضيف ملح وفلفل وكمون وكسبرة وبهر حلو مع فصين توم وهنا عجلناهم مع بعض كويس نشكلهم دواير زي البورجر بس صغيرين عشان ما ياخدوش حيز في الحلدة لحد ما نخلص الكمية كلها وده حجم الكفتة نبدأ بقى نشوحهم في طاصة فيها زبدة وزيت هننزل بالكفتة وأول ما يحمر هنقلبه على الناحية الثانية في ثلاث دقيق ونرفعهم من على النار وفي نفس الطاصة هنزل بمكعبات بصل ونشوحهم لحد ما يحمر بالشكل ده ونضفنوا المية وملح وفلفل وسبع بهرات ونقلبهم مع بعض كويس قوي وأول ما يجلي نرفع من على النار في الحالة اللي هنسوي فيها هندهنها زيت ونرص طبقة من البتنجان وشوية من حلقات البصل وشرايح التماطم وعليهم علاعتين من الرز بعد كده نرص الكفتة بطاطس بطاطس وشوية كمان من الرز بعد كده نقرر الطبقات بتنجان بطاطس رز كفتة بتنجان وبطاطس تاني ورشة رز اخيرة في الاخر وننزل عليهم بالمية اللي جاهزناها هنغطى عليه ونسوي ستوي زي الروز العادة وبعد ما استوف وحط عليه الطبق اللي هنقدم فيه ونقلبه بالشكل ده نسيبه خمس دقيق ونبدأ نرفع الحلة بالراحة ونزيينها بلوز بحمرينه في الزبدة وكزبرة خضرة وده الشكل النهائي والطعم حدوته وبالفهنة شكرا